ورحمة ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته لكن في هذه الحلقة سنأخذ أربعة متسابقين فهذا ترى في صالحكم يعني ضاق حتى يصير لما نختار منكم واحد طبعا كما تعلمون طريقة المسابقة هي أن يتسابق الأربعة ليتأهل واحد منهم كما حصل في حلقات ماضية يتأهل واحد منهم يسأل في ثلاثة حقول في حق التلاوة وفي حق التجويد وفي حق التفسير حياكم الله فاصل ثم نعود مشاهدين الكرام لنختار أولى المتسابقين ونشرف به متسابقا مساء المزد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخاطر المرتاب مساء المزد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا خاطر المرتاب مساء البسم والإحساس لكم دايمة عزنا مساء البسم والإحساس لكم دايمة عزنا يفروح الماجد المفروح أريد العطر للأنفا يفروح الماجد المفروح أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام وقد بدأ السباق ليتأهل أحد المتسابقين الأربعة ليفوز بالوصول للمراحل القادمة لا ننسى قبل أن ندخل مع متسابقنا أن هناك سؤال سيطرح للمشاهدين هذا السؤال نستقبل إجاباتكم عبر الوسم واسم البرنامج سيطرح السؤال بعد قليل وسيظهر لكم وفي نهاية الحلقة سيحصل بعد القرعة سيحصل الفائز على اشتراك في شبكة قنوات المجد حياكم الله متسابقنا وقبل ذلك نأخذ أسماء المتسابقين بشكل سريع معنا حبيبنا الشيخ عبدالله بن صالح المطوع وأيضا الشيخ سعد بن براهيم الدغيثر وأيضا الشيخ عامر ابن حمود جيدي وأيضا الشيخ عبدالله بن أحمد المطوع ونبدأ بالأخ الجميل عبدالله بن صالح نطوع نأخذ هذا الفاصل نتعرف عليه ثم نعود وإياكم المتسابق الثاني عبدالله بن صالح طوع يبلغ من العمر ستة عشر عاما يحفظ عشرين جزءا من القرآن الكريم وهو في الصف الأول الثانوي وقد رشحه للاشتراك في مسابقة الإمام الراتب مجمع حلقات الإمام النووي مساء المزد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخاطر المرتاب مساء المزد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالأفراح ويغمر بالأفراح أطهر الأفراح مجمع حلقات الإمام الراتب أهلا وسهلا بكم متسابقنا الأول هو الجميل أعلم وشكينت تقولي قبل الحلقة يعني؟ أنا؟ أي عبدالله بن صالح المطوع شرف لنا حقيقة أنك تكون معنا وأنتم يا أهل القرآن بركة هذه الأمة أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر حلقات أي حلقات أنت؟ النووي النووي لها فيه هنا أخوك عادي بالزلفي والله ما شاء الله جاي بالزلفي للمشاركة شرف لنا والله شرف لنا وحياك الله على العشاء بعد الحلقة إن شاء الله إن شاء الله قل تم تم الله يسعيك شيخنا تفضلوا اختركم من واحدة إلى عشرة عشرة ما شاء الله تفضل يا شيخنا ونرسوا لتغافر ما شاء الله طيب يا شيخ عبد الله لعلك سلامة الأسفل لعلك ما تعمت في السفر بس أنت يا من مسافة بعيدة ما شاء الله وفقك الله من أجل القرآن ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن يا شيخ عبد الله آمين 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 أقرأ من قوليه تعالى في سورة غافر وتسمى كذلك سورة الطول وصورة المؤمن لما ذكر فيها مؤمن آل فرعون وإذا الطول لا إله إلا هو سبحانه وتعالى يعني صاحب الغنى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الصول لا إله إلا هو إليه المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم عزيز العليم لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير نعم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه نعم وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِي وَدِحِظُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَلْتُهُمْ وَجَادَلُوا نعم طيب أعد الآن مرة أخرى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وَجَادَلُوا فِي الْبَاطِلِ لِيُدْحِظُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوهُ فأَخَذْتُهُمْ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابًا نعم وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ أحسنا الله إليك يا شيخ عبد الله وأنا مقدرين يعني هذه الراهبة لكنها أمر يعني الحمد لله سالوك طيبة نعم تعليق الآن نأخذ تعليق المشايخ الآن نعم الشيخ نتعليقكم على كل يا شيخ عبد الله يعني أنت خذ مخارج حروفك طيبة وقراءتك طيب وصوة مستوى الصوت وطيب ولك مستقبل طيب لكن يعني هذا شيء عادي يعني طبيعي أن اللسان في هذا الموقف يحصل منه بعض الرهبة يعني ويحصل كأنه خائف هذا شيء طبيعي أي واحد في هذا الموقف أما مكانك يحصل له هذا لكن أنا أصيك دائما بالمشاركة في المسابقات وأصيك دائما بأنك يعني تلتزم مع الشيخ دائما وتراجع القرآن لأن القرآن رحمه وهدى ونور البيت الذي يقرأ في القرآن فيه خير والإنسان الذي يقرأ القرآن دائما الله عز وجل بيكرمه آخر كرم يعني يرفعه في الدنيا والآخرة وأنت يعني واجهك طيب وصوتك حسن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وما يعني أحكام التجويد عندك طيبة وأحكام التجويد عندك جيدة لكن يعني قصك بس الحفظ يعني التدريب الدربة والتمرين على الحفظ حاول أنك أنت تراجع وكلما رجعت القرآن فلك أجل كل حسن بعشر أمثالها وتكون قريب من الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يوفقك وينفع بك الإسلام والمسلم اللهم آمين الشيخنا الشيخ يوسف ما شاء الله يا عبد الله أنا طبعا بدأت منك جاي من الزلفة أهل الزلفة معروفين يعني في مشاركات خاصة مسابقات ويأخذون درجات الأولى دائما فتوقعني أكثر من ذلك لكن يكون عبد الله يعني من حظه أنه كان الأول في البداية وغالبا اليقرف الأول يكون هو الصيد الفريسة الأول لكن يعني عبد الله جيدة يعني انطراقتك يعني ما شاء الله صوتك جميل طبعا الدلالة على أنك مرتبك أنك بدأت الصورة أعوذ بالله من شطار رجيم حاميم حتى البسمة لها نسفته حاكم اللي يقولون ولا بد منها في ابتدائك صورة فأنت يعني بدأت الصورة ومفروض تبدأ باسم الله الرحيم وواضح لارتباك عليك ومن أهم مقاومات القراءة اللي هو المقاومات النفسية متى ما كان إنسان نفسيا مرتاح ومتهيئ ومسألة الرهبة والخوف بعيدة عنه خلاص يكون منشغل في القراءة فقط أنا متأكد أنك الآن أولا ما بدأت تقراك كنت منشغل في الكاميرات ومنشغل في هذه الشاشة ومنشغل في سهيل ومنشغل في العالم كله فجميل أنك يعني تكون هذه بداية يعني الإنسان يجرب وبعد ذلك إن شاء الله نراك في مسابقات أفضل وتكون إن شاء الله يعني تكون هذه إن شاء الله نقطة بداية لك بإذن النتاع بارك الله بك عبدالله حقيق حياك الله عبدالله حقيق لي الشرف أني أقف أمامك الله يتزاك وأنتم يهل الزلفة لكم مكانة خاصة في النفس أسلم والله الآن الحقل الثالث من حقول المسابقة وهو حقل التفسير سهل جدا فقط اختر من واحد إلى عشرين أنا أخذ عشرين عشرين أنت تأخذ الأخير دائما خدت عشر أو خد طيب هذا الآن الظرف رقم عشرين نفتحه ونقرأ عليك السؤال ونشرفه ما شاء الله ما معنى إن فطرت وبدأ الآن الوقت عشرين ثانية تشققت سم تشققت طيب أحسنت أحسنت بيض الله وجهك بيض الله وجهك قبل أن نأخذ المتسابق الثاني خلونا نأخذ سؤال المشاهدين إن أذنتم لي نأخذ سؤال المشاهدين ممكن يا أبو أحمد طيب نأخذ سؤال المشاهدين الإجابة تكون عبر الوسم الذي سيظهر على الشاشة أيضا أمامكم هناك صحابي واحد ذكر في القرآن من الصحابي الجليل الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم من هو الصحابي الجليل الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم هو شيخ والصحابي الوحيد الذي ذكر صحيح والله شيخ أنا بصراحة أنا حاولت أصعب السؤال قلت أذكروا السورة والآية لكن قالوا الشباب لا خلها للمشاهدين سهلة أذكر فقط اسم الصحابي الذي يذكر وشارك في الوسم وبإذن الله في نهاية الحلقة نأخذ هذا تقريب العشرة جزال أخيرة شيخ أحمد عطنا واحد تقريب هو بالعشرة الأخيرة بالعشرة الأخيرة يعني ما هذا خلاص يكفي طيب الآن مشاهدين الكرام نتعرف على المتسابق الثاني وهو الأخ سعد بن براهيم أدغيثر وأنا أتشرف أن أقول الشيخ لأنهم أهل القرآن وحملة كتاب الله سبحانه وتعالى نأخذ تقرير هذا المتسابق ثم نشرف به في كرسي السباق المتسابق الثالث سعيد إبراهيم الدغيثر يبلغ من العمر سبعة عشر عاما يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في الصف الثاني الثانوي وقد رشحه للاشتراك في مسابقة الإمام الراتب مجمع ذي النورين التعليمي النموذجي مساء المجد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخطر المرتاح مساء المجد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخطر المرتاح أهلاً وسهلاً حياكم الله مشاهدين الكرام متسابقون الثاني كما سمعتم سعد بن براهيم الدغيثر حياك الله أبو إبراهيم الله يحييك بي من وين يا أبو إبراهيم؟ من رياض حلقات؟ حلقات من جمع ذنورين جامعة من عفان ما شاء الله حي التعاون أظن؟ حي الوادي حي الوادي ما شاء الله ما شاء الله حياك الله تضر شيخنا طيب اختر رقما من واحد إلى عشرة هذا رقم عشرة طبعا من واحد إلى تسعة خمسة رقم خمسة طيب اقرأ من قول الله تعالى في سورة القاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاءها بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود بارك الله فيك بارك الله فيك فياكم الله شيخنا الله يبارك فيك أنا نسيت والله ما شاء الله على هذه التلاوة الجميلة يا شيخ أليس من السنة إذا سمع الإنسان آيات فيها نعيم أن يسأل الله من فضله نسأل الله من فضله تفضلي شيخنا الآن تعليقك على تلاوة ما شاء الله سعد قراءتك ما شاء الله جميلة ورزقك الله عز وجل صوتا حسنا فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الصوت تسخره لهذا الكتاب العظيم دائما وهي نعمة من الله عز وجل وشكرها يكون بأداء حقها بقراءة القرآن والأذكار أو نحو ذلك ما شاء الله سعد يتميز قراءته بالصوت الجميل كما ذكرت التجويد ما شاء الله جيد لكنك يخونك بعض الأحيان بعض الأحكام بسبب الترتيل وأنا دائما أقول قد بعض الناس يقلد غيره وينسى الأساس اللي هو التجويد وأنا متأكد أنك تقلد أحد المشايخ فلذلك اتجهت للتقليد والتقليد هذا مشكلة ومشكلة هو زين شيء زين أنك تركب مركب لكنه شيء أنك تنسى بعض الأحكام المهمة يعني مثلا عندما قرأت في قول الله تعالى لهم ما يشاءون قرأتها جيدة يوم رجعت ثاني عشان تجيب التقليد اللي هو يقرأ فيها اللي تقلده أخطأت وقلت لهم ما يشاءون وقصرت في المد المتصل اللي هو واجب أربع حركات لكن بالجملة ما شاء الله قرأتك جميلة أسأل الله عزوزني بارك بيك والله يعني قدرك شيخنا الشيخ أحمد كما قال الشيخ يوسف زيان الله خير يعني ملحوظات طيبة ومتوجهات ورشادات طيبة وهو الأفضل أن الواحد يعني ممكن لست مستمع إلى القراء لأن القراء يعني خاصة اللي هم عندهم خبرة في الصوت وفي القراءة لكن يحاول ليستقلي بنفسي صراحة يعني بعض الخبرة الطويلة اللي أنا يعني يعني عشتها مع القراء الأفضل أنا أوس الشباب دايما أنك أقرأ بصوتك لأن كل واحد له صوت متميز حتى لو كان يشترك مع الآخرين في بعض في نغمات الصوت لكن الله سبحانه وتعالى حباه بصوت معين هذا الصوت الإنسان يستغله وسوف ترى نفسك أنت منفردا بصوت يعني الناس يسمعونك طالما سمع سمعوا الشيخ فلان هم يريدون التجديد الناس يحبون التجديد ففعلا يعني صوتك طيب يا شيخ سعد وأنت لو استقلت بصوتك سوف يعني تترقى ويتحسن صوتك ثم بعد ذلك تنفرد بصوت معين خرعتك طيبة ولكن حصل لك بعض الارتباك من العادة الكلمات وفعلا زي ما قال الشيخ بالنسبة للتقليد فأنت انفرد بصوتك سأل الله لك والتوفيق وأن يجعلك من القرآن وأنا أقول دايما الشباب أنهم يستقلون بأصواتهم ويسمعون إلى غيرهم في الأحكام يعني يسمع الشيخ هو يتقن فيستفيد منه من حيث المخرج الحروف التفخيم والترقيق يعني الأحكام الغنن المدود إنما الصوت خلي بصوتي أسأل الله لك التوفيق كما قلت وللجميع وللإخوة المشاهدين ووصيهم ونفسي بالإكثار من تلاوة القرآن والترنم بالقرآن فإنها نعمة عظيمة والله سبحانه وتعالى يحب الصوت الحسن أسأل الله لنا ولكم التوفيق الله يعني قدرك شيخنا ومثل هذه الوصايا نحتاجها جميعا ليست موجهة للمتسابق فقط موجهة لنا جميعا ومن يشاهدنا شيخنا أنتوا تكلمتوا في نقطة ودرنا نخط فيها دقيقة ممكن وهي طغيان التقليد أو البحث عن التقليد وليس البحث عن إتقان التلاوة قد نقع فيها جميعا ما رأيك شيخنا؟ أنا كنت أريد أن أقول هذا مثل الشيخ سعد بأنها ما من الآن تحملنا شوي بما أن الله عز وجل رزقه هذا الصوت الحسن فهو في غين عن التقليد والقراءة المقبولة عادة القراءة المقبولة التي تصل إلى القلب ما تقرأ بالروح يعني إذا شغلت بالتقليد فستتنشغل بهش كيف قرأ هذه الآية وكيف سوى فيها حتى النحنح بعض الأحيان يقلده النحنح هذه تشغلك عن التدبر تشغلك عن المعاني التي يعني الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لأجلها كتابنا أنزلناه إليكم مباركوا لي يتدبروا آياته فإذا قرأت بروح ستصل هذه القراءة التي بالروح إلى القلب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا مهم فهذا الكتاب يحتاج إلى قراءة من القلب بروح لا تحتاج إلى انشغال بالتقليد وكذا فالله عز وجل يعني إذا اشتغلت في القرآن يا شيخ سعاد وجدت نفسك بحر ستجد نفسك سبحان الله تحصل على صوت أنت ترتاح له في قراءتك وتجد أنك لا تتكلف لأن اللي قلد غالبا متكلف غالبا فإذا دخل التكلف في القراءة ذهب نوركم كلا على الحق بارك الله فيك يا شيخ سعاد الله يساعد عندك شيء بتقول يا شيخ أحمد الله كما قال الشيخ يعني أنا يعني يعني صراحة ما كنا شباب هو الشاب دايما يحاول يقلد من هو أفضل منه سواء كان في العلم أو في الصوت أو غير لكن مع الخبر أنا أقول يعني الشباب فعلا قلدوا في الأعمال الصالحة كيف تترقى لكن في الأصوات يعني حاول يستغل بصوتك صراحة يعني الصوت إذا استغل بصوتي فسوف يكون لك صوت مستقل والناس يحبون التجديد كما قلت في ذات كنا أسأل الله سبحانه وتعالى والتوبير الله يعلي قدرك الله يعلي قدرك بيضلوجك يا شيخ أنت الآن فتحت لنا آفاق نستفيد منها والله الله لا يحرمك الأجر طيب وأنا أخوك الآن سؤال التفسير اختر من واحد إلى تساق عشر عشرة سم عشرة 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 بسم الله هذا السؤال العاشر هذا هو السؤال العاشر يقول ما معنى عين آنية اللي هو الماء في الجنة الماء في الجنة العيون اللي تكون في الجنة أوه إشارة اليد كان لها شيء تقصد به وش هو إشارة اليد انفجار الماء في الجنة يعني خطأ تماما طيب الله يوفك الله يوفك هي عين شديدة الحرارة عين شديدة الحرارة فيضع الله واجهك يا شيخ الله يسعدك الله يسعدك مشاهدين الكرام ضيفنا الثالث هو الشيخ عامر ابن حمود أنجيدي وهو أيضا ممن يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى بين جنبيه وقد شرفنا به ضيفا هذه الليلة نشاهد هذا التقرير عن الشيخ عامر ثم نعود معه المتسابق الرابع عامر حمود النجيدي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما يحفظ عشرين جزءا من القرآن الكريم وهو في الصف الثالث الثانوي وقد رشحه للاشتراك في مسابقة الامام الراثب مجمع جيل القرآن النموذجي مساء المجد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخطر المرتاب مساء المجد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخطر المرتاب أهلا وسهلا بكم حياكم الله مشاهدين الكرام مع المتسابقين الثالث وهو الأخ عامر بن حمود أنجيدي حياك الله شيخ عامر الله يحييك يا رب حلقات جيل القرآن مجمع جامع ستيري لا اللفظة وشي جيل القرآن اسم المجمع لا هذا ياهوي حلقات أكثر من جامع أكثر من مسجد وهذا هدف جميل صناعة جيل يحمل القرآن منهج حياة هذا شي جميل بيظل وجيهكم أنا أخو من رياض طبعا أعلم المشايخ كنت خايف من إيش قبل الحلقة أبسكت الله يسعد قلبك لا يكون خايف من أشخاص لا 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 بس قال كذا صور وقال أهم شي لا تجيني الله يسعد تفضل يا شيخنا اختر رقمان غير خمسة وعشرة من واحد إلى عشرة سبعة سبعة مش السورة أنت خايف منها أبعلمكم إذا قرأوا قضائفة طيب والله عندنا ما سيقول له خايف من عفيد لا أبعلمكم لكن عزا الله يوفقك يا شيخ عام آمين الله ما شاء الله هذه الأيات طيبة والسورة القرآن كله خير وكله سهل طيب يا شيخ عامر بسأل الله عز وجل أن يؤمن قلبك بذكره آمين وأفضل ذكره هو كتابه وكلامه سبحانه وتعالى أقرأ من قوله تعالى في سورة الزخرف هي سورة الزخرف كنت خايف بنا لكن لكن هي الآيات سهلة جدا دائما تتكلم الآيات في وصف الجنة الله يجعلنا ويقوم لأهل الجنة آمين آمين فتأصف أهل الجنة والأخوة والتتكلم عن أهل الجنة وما فيه من النعيم وما يلقونه يوم القيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى الله يجعلنا ويقوم منهم أقرأ من أول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فضلك الرجيم أنا أقرأت لك أكثر آيات عشانا نفتح ناعي أبدأ من أوله محسوبة خلاص وتتحزب علي ما هي مشكلة اقرأها الأخلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أدخلوا الجنة يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا مسلمين الذين آمنوا وكانوا يخبرون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين نعم أدخلوها بسلام ذلك أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون لهم ما يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي نورث من عباد تلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أحسنتي يا شيخ عامي صوتك تايم ممتاز ما شاء الله لأقول تلهم صوتك يعني صوت شباب ونذي وطيب يعني إحنا صوتنا خلاص يعني يعني كما يقال يعني يعني ماضت عليه الأيام والسنون لكن أنت صوتك ما شاء الله نذي ما الذي جعلك يعني والآيات سهلة يعني في وصف الجنة الله يجعلنا ويكون بينها ونقلنا في بداية الحلقة يعني الجنة هذه وصف أهل الجنة اللي يجعلنا ويكون منها من أهلها فأولا صوتك طيب صوتك حسن ومخارج حروفك الجيدة فصيحة ويعني الأداء عندك لكن تحتاج إلى تثبت وأنا أقدر الموقف أن أنت مرتبك في هذا الموقف وهذا شيء طبيعي لكن نقصيك بالمشاركة الدائمة وبالقراءة الدائمة والمراجعة الدائمة إذا رجعت كثيرا يا عامر فسوف يكون القرآن عندك مثل الماء الجاري تقرأ من أي سورة ونقص الجميع بالمراجعة الدائمة عندك خمس أجزاء عشر خمستاشة جزء حاول أنك تعمل ورد لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يقرؤون ورد الصحابة كان لهم ورد أكثر الصحابة كانوا يختمون كل أسبوع يبدأ من الجمعة ويختم الخميس أو يختم الجمعة أكثر الصحابة كانوا يقرؤون حزمون القرآن إلى سبعة أيام من الفاتحة إلى المائدة ومن المائدة إلى سورة يونس ومن سورة يونس إلى سورة الإسراء ومن الإسراء إلى الشعراء إلى الصفات ومن الصفات إلى قاف ومن قاف إلى الناس وكانوا يحزمون هذا القرآن فأنا أريد من الإخوة اللي يريد أن يقرأ القرآن في أي وقت يطلب منه أي مقطع ولذلك أوصل جميع أن الإنسان يكون يوم القيامة مع السفر الكلام والبره ويقال له اقرأ ورقى وردت كما كنت ترتل في الدنيا فالذي يرتل في الدنيا هو الذي يرتل في الآخرة الذي لا يعرف الترتيل في الدنيا كيف يرتل يوم القيامة ولذلك يعني إذا الإنسان ختم حاول يختم ولذلك مشيخنا كان يقول فامي بشوق كما قلت لكم فامي يعني الفا من الفاتحة للمائدة الميم لبني إسرائيل ليونس لسورة الإسراء سورة الشعراء لسورة الصفات سورة قاف إلى الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أنا لك التوفيق وأن يوفقك لأن صوتك حسن وقراءتك طيبة لكن ينقصك الحرز الجيد رفع الله قدرك شيئا أذنت لي يا شيخ هذا المتسابق الشيخ أحمد والذي بعده مجيد يعني تعليق الشيخ صحيح هذا يعني كنت بقوله أصلا الله يغفر لك شيخنا وعدرنا بيض الله وجهك والله يا شيخ كلامك يكتب بما يذهب الله يعني قدرك الآن ندخل على سؤال التفسير المباشرة يا أبو حمود من واحد إلى تساطعش عدا عدا أظن عشرة وعشرين سبعة سبعة بسم الله سبعة خضنا هذا سبعة نسأل بسم الله السؤال يقول ما معنى مرقوم ما معنى مرقوم بقي ست ثواني كتاب أيوة قد كتب فيها الحسنات والسيئات من قبل ترقيب انتهى الوقت صحيحة تحسب درجة صحيحة لا يظل أوجك وأنا أخوك الله يسعدك ويوفقك لكل خير ويجمعنا وإياكم دائما على الخير الآن مع المتسابق الرابع وهو عبد الله ذن أحمد المطوع مع هذا التقرير عن هذا المتسابق انتظرونا المتسابق الخامس عبد الله أحمد المطوع يبلغ من العمر ستة عشر عاما يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في الصف الأول الثانوي وقد رشحه للاشتراك في مسابقة الإمام الراتب مجمع الجاسر مساء المجب بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخاطر المرتاح مساء المجب بالأفراح مجب بالأفراح الbau أزر هو في المغارين أهلا وسهلا بكم حياكم الله متسابقونا عبد الله بن أحمد مطوع حياك الله يبو أحمد الله حيييييييكم حلقات الجاسر أين يا خاطر في الزلفي حياك رجل انت معنا في العشة الله يسعد اختراكم من غير سبعة وخمسة وعشرة أربعة اقرأ من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أسمك بارك الله فيك سمي شيخنا تعليقك على تلاوة ما شاء الله عبد الله متميز صراحة قراءتك أسأل الله عزيزني بارك فيك من شيخك عبد الله أبوي من الوالد الوالد هو الذي يدرسك في المسجد لا فيه خارج يعني العناية واضح أنها شديدة وأسأل الله عزيزني بارك في والدك وفيك وأن تكون بارا به بما يعني أعطاك من كتاب الله عز وجل الحقيقة ليس هناك أي تعليق إذا كان في تعليق أنت متأثر قليلا بقراءة الشيخ إبراهيم الأخضر إن كنت تسمعه أو إنك قرأت عليه لا أسمع طيب بارك الله فيك يعني ما شاء الله الجهد واضح وليس هناك أي إضافة الله يحبك شيخ أحمد عندك شيء تبتقوله والله مثل ما قال الشيخ يوسف لكنه يمين ولي الشيخ أحمد عيوب كمان فردي فيه أحجاز النغر في الأخير لعله من كل يبستاني لعله إن شاء الله يستقلي بصوته لكن حروفه ضيبة ومن خارج حروفه الله أني أنفع بك يا شخص سؤال التفسير وأن أخوك الآن اختر أربعة أربعة انتخذت ما شاء الله اخترت مقطع الرابع والسؤال الرابع والتفسير الرابع هذا هو السؤال الرابع بسم الله السؤال يقول ما معنى التراث بدأ الوقت المال 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 يعني معك وقت المال إيش أو نعم كيف إيش رأيكم يا جماعة هو قريباً هو قريباً تراث المال الأرثيان المراث هو المال بس أنه يعني هو أوسع كلمة المال ثلثية درجة كم؟ ثلثين أحسن نعم شكراً يا شيخ عبد الله ابن أحمد المطوع نعيد سؤال لمن لم يدركه الوقت سؤال المشاهدين وهو صحابي ذكر اسمه في القرآن الكريم من هو هذا الصحابي؟ هو الصحابي الوحيد بعد الفاصل سنسحب بعد الفاصل نسحب يا جماعة طيب بعد الفاصل نسحب الفائز في سؤال الجمهور فاصل ونعود بإذن الله مساء المزد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويظمر بالهدى والنور حنايا الخاطر المرتاح مساء المزد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويظمر بالهدى والنور حنايا خاطر المرتاح مساء البسم والإحساس لكم دايما عز النار مساء البسم والإحساس لكم دايما عز النار يسوف الماجد المسروح أريد العسر الأنفاق الآن أهلا وسلام بكم حياكم الله ومشاهدين الكرام الآن سنسحب الفائز في سؤال المشاهدين صحيح يا أبو أحمد الآن نسحب طيب بسم الله نسحب طبعا أجري أكثر من قرعة حتى صفى هذه الإجابات والفائز معنا باشتراك في قناة المجد هو أو هي بسم الله الله أعلم آسام آسام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله طيب الآن نأتي للحظة الحاسمة وهي لحظة الفائز والمتأهل معنا في البرنامج كم بقي معنا وقت يا شباب؟ يعني ما نقدر نعطي كل واحد عشر ثواني شي يقول طيب من يتوقع أنه هو الفائز؟ النتيجة يعني مفاجئة حقيقة لأنه فيها يعني في أكثر من حقل بعض الحقول ترجح كفة المتسابق ويكون هو الفائز وهذا ما حصل ما شاء الله تبارك الله رغم أن في سؤال التفسير أكثر من شخص اثنين أظن جاوبوا صحيح علامة كاملة وكان الفائز معنا ونقول ألف مغروك للمتسابق عبد الله بن أحمد المطوع ما شاء الله ما شاء الله الله يوفتك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفتك شكرا لكم مشاهدين الكرام كانت هذه الحلقة من برنامجكم والإمام الراتب كنت نائبا فيها وبشرف بالغ عن أخي وصديقي شيخ ناصر سي عبد الله لعلي قمت بجزء يسير من الدور الذي يقوم به أبو عبد الرحمن شكرا لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا ثم شكر للجنة التحكيم شيخنا شيخ أحمد خليل شاهين شكرا شيخنا شكرا بارك الله فيك وأصعدتنا شيخ سهيد بارك الله فيك وزادك الله من فضلك الله يعلي قدرك شيخ أيضا شكرا لشيخنا الشيخ يوسف بن سعيد دوسري شكرا لكم وأجزاكم الله خير على هذه الجهود وبارك لعبد الله عليه القراءة الطيبة والنجاح الله يعلي قدرك شكرا لكم متسابقين الكرام شرفنا بكم بيض الله جيهكم شكرا لحضورنا الكريم شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام نلقاكم في حلقة قادمة مع أبي عبد الرحمن ناصر سي عبد الله فانتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مساء المذب بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنى والنور حنايا الخطر المرتاب